أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر علمي أهلا وسهلا بكم نجدد اللقاء في دروسة التعليمية لمادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول وفي حلقة اليوم عزيز الطالب سوف نتطرق لمفهوم وهو حل المعادلة الأسية عزيز الطالب عزيزة الطالبة فاصل قصير ونعود أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر رجعنا لكم من جديد وسوف نتطرق لمفهوم حل المعادلة الأسية المعادلة الأسية ما هي عزيز الطالب المعادلة الأسية المعادلة الأسية عزيز الطالب هي معادلة يكون متغيرها في الأس خاصية لكل عدد حقيقي A حيث A لا تنتمي للمجموعة سالب واحد وصفر وواحد وM وN عددان صحيحان إذا كان A أس N يساوي A أس M فإن N تساوي M لاحظ عزيز الطالب إذا كان الأساس متساوي فنساوي الأسس لنتطرق لبعض الأمثلة أوجد مجموعة حل المعادلة التالية 5 أس X تساوي M و 25 لاحظ عزيز الطالب هل الأساس للطرفين متساوي؟ أحسنت لا هل نستطيع أن نجعل الأساس للطرفين متساوي؟ فكر معي أحسنت نلاحظ أن العدد 125 ممكن أن نضعها في صورة 5 أس ثلاثة فيكون 5 أس X يساوي 5 أس ثلاثة لاحظ عزيز الطالب أن الأساس متساوي إذا الأسس تكون متساوية إذا X تساوي الثلاثة إذا مجموعة الحل تساوي ثلاثة مثال آخر أوجد مجموعة حل المعادلة ثلث الكل أس X يساوي 9 لاحظ عزيز الطالب هل الأساس متساوي في الطرفين؟ لا هل نستطيع أن نجعل الطرفين أساسهم متساوي؟ لاحظ عزيز الطالب أن التسعة ممكن أني أنا أضعها في صورة أسية وهي ثلاثة أس إثنان إذن ثلث الكل أس X تساوي ثلاثة أس إثنان هل الأساس متساوي عزيز الطالب؟ لا لجعل الثلاثة نحولها إلى النظير الضربي نحولها إلى النظير الضربي ثم نعكس الإشارة فتكون ثلث الكل أس إكس تساوي ثلث الكل أس سالب أثنين لاحظ معي عزيز الطالب أن الآن الأساس متساوي إذن نساوي الأسس فيكون الناتج X يساوي سالب أثنين فتكون مجموعة الحل هي سالب أثنين مثال آخر أثنين على خمسة الكل أس إكس يساوي إمية وخمسة وعشرين على الثمانية كيف نحل؟ تذكر الخطوات عزيز الطالب لاحظ أن الأساس غير متساوي إذن هل نستطيع أن نجعل الأساس للطرفين متساوي؟ نعم لاحظ الأمية وخمسة وعشرين نستطيع أن نضعها في صورة خمسة أس ثلاثة والثمانية نستطيع أن نضعها في صورة أثنين أس ثلاثة فتكون أثنين على خمسة الكل أس إكس تساوي خمسة أس ثلاثة على أثنين أس ثلاثة بتوظيف قوانين الأسس عزيز الطالب فيكون أثنين على خمسة الكل أس إكس يساوي خمسة على أثنين الكل أس ثلاثة هل الأساس متساوي عزيز الطالب؟ لا إذن نلاحظ أنهما النظير الضربي للعدد إذن نوجد النظير الضربي للعدد خمسة على أثنين وهو أثنين على خمسة ونعكس الإشارة فيكون أثنين على خمسة الكل أس إكس يساوي أثنين على خمسة الكل أس سالب ثلاثة لاحظ عزيز الطالب الآن الأساس متساوي إذن نساوي الأس إكس يساوي سالب ثلاثة فتكون مجموعة الحل هي سالب ثلاثة المثال التالي أوجد مجموعة حل المعادلة التالية خمسة أس إكس تربيع ناقص أثنين يساوي خمسة وعشرين تذكر الخطوات عزيز الطالب نجعل الخمسة وعشرين في صورة أسية فتكون خمسة أس إثنين لاحظ الأساس متساوي إذن نساوي الأسس فيكون إكس تربيع ناقص أثنين يساوي أثنين باستخدام العمليات الحسابية فيكون إكس تربيع يساوي أربعة إذن الإكس يساوي أثنين أو الإكس تساوي سالب أثنين فتكون مجموعة الحل أثنين وسالب أثنين مثال آخر أوجد مجموعة حل المعادلة التالية ثلاثة أس سالب إكس تربيع زائد أثنين إكس يساوي واحد على سبعة وعشرين تذكر عزيز الطالب السبعة وعشرين مكعب للعدد ثلاثة إذن فيكون بما أنه إهي في المقام نستطيع أن نرفعها ونقير الإشارة فتكون ثلاثة أس سالب إكس تربيع زائد أثنين إكس تساوي ثلاثة أس سالب ثلاثة وبما أن الأساس متساوي عزيز الطالب ماذا نعمل؟ نساوي الأسس فيكون سالب إكس تربيع زائد أثنين إكس تساوي سالب ثلاثة بجال المعادلة صفرية فتكون إكس تربيع ناقص أثنين إكس ناقص الثلاثة تساوي صفر لدينا مقدار ثلاثي نحلل إكس ناقص ثلاثة في إكس زائد واحد يساوي الصفر إذن الإكس تساوي ثلاثة أو الإكس تساوي سالب واحد فتكون مجموعة الحل ثلاثة وسالب واحد أوجد مجموعة حل المعادلة سبعة أس ثلاثة إكس ناقص الثمانية تساوي الواحد هل نستطيع أن نجعل الأساس متساوي؟ نعم تذكر في الحلقات السابقة أ أس صفر يساوي الواحد إذن نستبدل نضع الواحد في صورة أسية فتكون سبعة أس صفر فيكون الناتج سبعة أس ثلاثة إكس ناقص الثمانية يساوي سبعة أس صفر إذن الآن الأساس متساوي إذن نساوي الأسس ثلاثة إكس ناقص الثمانية تساوي صفر إذن الإكس تساوي ثمانية على ثلاثة مجموعة الحل هي ثمانية على ثلاثة عزيز الطالب أحضر ورقة وقلم لنبدأ في البنود الموضوعية وفكر معي في الحل في كل من ما يلي ظلل إيه إذا كانت الإجابة صحيحة وظلل بيه إذا كانت الإجابة خاطئة أولا مجموعة حل المعادلة ستة أس ثمانية ناقص أثنين إكس تساوي الواحد هي أربعة هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ فكر معي يا عزيز الطالب نستطيع أن نعوض في الأربعة في المتغير فتكون ستة أس ثمانية ناقص أثنين في أربعة فيكون ثمانية ناقص ثمانية يساوي الصفر فيكون ستة أس صفر يساوي الواحد إذن الإجابة صحيحة إكس تساوي سالب واحد حلا للمعادلة أثنين أس إكس تربيع ناقص الأربعة تساوي واحد على أثنين وثلاثين كيف نحل التمرين عزيز الطالب فكر معي؟ طبعا نستطيع أن نعوض في المتغير عوض معي في المتغير يكون سالب واحد لكل تربيع ناقص الأربعة فيكون أثنين أس واحد ناقص الأربعة فيكون أثنين أس سالب ثلاثة وأثنين أس سالب ثلاثة نضعها في صورة واحد على ثمانية أحسنت والطرف الثاني واحد على أثنين وثلاثين إذن الطرفان غير متساويان فتكون الإجابة خاطئة رقم ثلاثة مجموعة حل المعادلة خمسة وعشرين أس مطلق أكس زائد نص يساوي خمسة أس واحد ناقص أثنين أكس هي أر لاحظ عزيز الطالب هل نستطيع أن نجعل الأساس متساوي؟ نعم الخمسة وعشرين عبارة عن خمسة أس أثنين فيكون خمسة أس أثنين مضروبة في مطلق أكس زائد نص يساوي خمسة أس واحد ناقص أثنين أكس الأساس متساوي نساوي الأسس فتكون أثنين مطلق الأكس زائد الواحد تساوي واحد ناقص أثنين أكس نستطيع اختصار الواحد مع الواحد فيكون أثنين مطلق الأكس يساوي سالب أثنين أكس نستطيع القسمة على أثنين فيكون مطلق الأكس يساوي سالب أكس لاحظ عزيز الطالب صورة مطلق الـ X تساوي سالب X تذكرك بإعادة تعريف المطلق أي أنه الناتج يكون R السالبة وليست R إذن الإجابة خاطئة رقم أربعة 2X ناقص الجذر التكعيبي لسالب ثمانية X تكعيب يساوي صفر هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنت يكون الحل الجذر التكعيبي لسالب ثمانية X تكعيب عبارة عن سالب 2X ولدينا سالب خارج الجذر سالب وسالب يكون موجب فتكون الإجابة 2X زائد 2X يكون الناتج أربعة وليس صفر فإذن الإجابة خاطئة السؤال الخامس مطلق الـ M ضرب الجذر التربيعي لـ M يساوي M تربيع لكل M تنتمي إلى R لاحظ عزيز الطالب تذكر الحلقات السابقة الجذر التربيعي لـ M تربيع يساوي أحسنت مطلق الـ X إذن مطلق الـ M في مطلق الـ M يساوي مطلق الـ M لكل تربيع ونستطيع أن أضعها في صورة أخرى تساوي مطلق M لكل تربيع يساوي M تربيع لكل M تنتمي إلى R إذن الإجابة صحيحة ستة خمسة ناقص أثنين جذر الـ 6 مضروبة في خمسة زائد أثنين جذر الـ 6 يساوي الـ 1 تذكر عزيز الطالب الصورة التي أمامك تمثل ماذا في الحلقات السابقة تطرقنا لها تمثل المترافقان ممتاز تمثل المترافقان كيف نضرب المترافقان عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني فيكون خمسة في خمسة 25 ناقص أثنين جذر الـ 6 في أثنين جذر الـ 6 يكون الناتج 24 25 ناقص 24 يساوي الـ 1 إذن العبارة صحيحة في كل مما يلي ظل دائرة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة مجموعة حل المعادلة الجذر التربيعي X-20 الكل أس خمس زائد X تربيع يساوي صفر لاحظ عزيز الطالب الإجابات التي أمامك كما تعلمنا في البنود الموضوعية نحن نستخدم شنو عزيز الطالب أسهل طريقة التعويض نعوض في العدد 1 الجذر التربيعي لـ 1 الكل أس 20 يساوي 1 الكل أس خمس يساوي 1 1 زائد 1 تربيع يكون 1 زائد 1 يعطيني أثنين والإجابة عندي صفر إذن رح استبعد الإجابات اللي فيها الواحد وهي A مع B رح نستبعدهم نجرب الصفر الجذر التربيعي لـ 0 أس 20 يعطيني صفر الكل أس خمس يعطيني صفر صفر زائد صفر تربيع يعطيني صفر إذن هي الإجابة الصحيحة رقم 2 مجموعة حل المعادلة X تربيع تساوي مطلق الـ X لاحظ عزيز الطالب في هذا التمرين ماذا تلاحظ في الإجابات؟ لاحظ أن الصفر مكرر والعدد واحد مكرر نحاول أن نجرب السالب واحد في التعويض سالب واحد لكل تربيع يكون الناتج واحد مطلق السالب واحد يكون واحد إذن الطرفان متساويان إذن الإجابة الصحيحة هي A مثال أو تمرين ثلاثة إذا كان واحد على تسعة الكل أس X زائد واحد تساوي ثلاثة أس أثنين ناقص X فإن X تساوي ما هي أسهل طريقة لنا عزيز الطالب؟ التعويض نعوض بقيمة الأس أثنين إذن واحد على تسعة أس أثنين زائد واحد سوف يكون واحد على تسعة أس ثلاثة ثلاثة أس أثنين ناقص أثنين يعطيني صفر أي واحد هل الطرفان متساويان عزيز الطالب؟ لا إذن سوف نستبعد الإجابة A لنحاول في الإجابة B وهي سالب أثنين واحد على تسعة الكل أس سالب أثنين زائد واحد سوف يعطيني سالب واحد فيكون الناتج تسعة يساوي ثلاثة أس أثنين ناقص ناقص أثنين فيكون أثنين زائد أثنين فيكون ثلاثة أس أربعة إذن الإجابة أيضا خاطئة سوف نستبعدها نجرب الإجابة C واحد على تسعة الكل أس سالب أربعة زائد واحد رح يكون سالب ثلاثة تسع الكل أس سالب ثلاثة عزيز الطالب كيف يكون؟ فتكون التسع عبارة عن ثلاثة أس سالب أثنين وعندي الكل مرفوعة لأس سالب ثلاثة فتكون ثلاثة أس ستة ثلاثة أس أثنين ناقص ناقص أربعة رح تكون ثلاثة أيضا أس ستة إذن الطرفان متساويان فتكون هي الإجابة الصحيحة السؤال الرابع مجموعة حل المعادلة جذر التربيعي أكس تربيع ناقص الواحد زائد الجذر التربيعي لأكس ناقص الواحد يساوي الصفر مرة ثانية عزيز الطالب مجموعة حل المعادلة الجذر التربيعي لأكس تربيع ناقص الواحد زائد الجذر التربيعي لأكس ناقص الواحد تساوي الصفر إذن الإجابة واحد أيضاً نستخدم التعويض فتكون هي الإجابة رقم واحد خمسة التعبير الجذري الذي في أبسط صورة هو عزيز الطالب ما هو التعبير الجذري في أبسط صورة؟ أولاً ألا يكون أس المجذور أكبر من أو يساوي دليل الجذر رقم اثنين ألا يكون الجذر في المقام رقم ثلاثة ألا يكون المجذور في صورة كسر تعال أفكر معي عزيز الطالب ونلاحظ في الإجابات لاحظ الإجابة إيه؟ الجذر التكعيبي بـ 125 فسوف تكون الجذر التكعيبي لخمسة أس ثلاثة ماذا تلاحظ عزيز الطالب؟ نلاحظ أن أس المجذور يساوي دليل الجذر إذن هل هي في أبسط صورة؟ طبعاً لا إذن نستبعدها لاحظ في الإجابة بي أثنين على الجذر التكعيبي للثلاثة ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن المقام فيه جذر إذن ليس في أبسط صورة إذن سوف نستبعدها نأخذ الإجابة الدي ماذا تلاحظ في الإجابة دي عزيز الطالب؟ جذر ثلاثة على خمسة يعني أن المجذور في صورة كسر أيضاً سوف نستبعدها فتكون الإجابة الصحيحة هي سي وهي الجذر التكعيبي للسبعة هي في أبسط صورة نأتي إلى التمرين رقم ستة إذا كان X تنتمي إلى R السالبة فإنه واحد على X في مطلق X تذكر عزيز الطالب ما هو تعريف المطلق؟ تعريف المطلق X حيث X أكبر من أو تساوي الصفر أو سالب X حيث X أصغر من الصفر ماذا تلاحظ؟ محدد لي في السؤال الشرط أنها تنتمي إلى R السالبة إذن سوف نعيد تعريف المطلق فيكون مطلق X نعوضها من أو بسالب X فيكون واحد على X ضرب سالب X نختصر فيكون الناتج سالب واحد إذن الإجابة الصحيحة هي A السؤال السابع إذا كان بيتا تساوي واحد زائد جذر الخمسة على أثنين فإنه لاحظ الإجابات الأربع عزيز الطالب ماذا تلاحظ في الأربع إجابات؟ ماذا تلاحظ فيها؟ لاحظ ما يا عزيز الطالب؟ إن جميع الإجابات فيها بيتا تربيع إذن سوف نربع البيتا فتكون بيتا تربيع تساوي واحد جذر الخمسة على أثنين الكل تربيع فيكون واحد طبعا مربع الكامل نستذكر مربع الكامل مربع الأول زائد أثنين في الأول في الثاني زائد مربع الثاني فيكون واحد زائد أثنين جذر الخمسة زائد الخمسة على أربعة بالتجميع فيكون ستة زائد أثنين جذر الخمسة على أربعة نأخذ عامل مشترك وهو الأثنين فيكون ثلاثة زائد جذر الخمسة على أثنين ثم نجزء الثلاثة إلى أثنين زائد واحد زائد جذر الخمسة على أثنين سوف نبسط الكسر بأننا نقسم كل حد في البسط على المقام فيكون واحد زائد واحد زائد جذر الخمسة على أثنين واحد زائد جذر الخمسة على أثنين تمثل ماذا تمثل عزيز الطالب؟ أحسن تمثل البيتة الذي في السؤال فيكون بيتة تربيع عبارة عن واحد زائد بي فتكون الإجابة هي باء أو بي اللي هي بيتة تربيع تساوي بيتة زائد واحد إلى هنا أعزاء الطلبة نأتي إلى نهاية حلقتنا ونلقاكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته